موسيقى اهلا بكم في زوايا الحدث نقصصها لمناقشة تفاصيل التلاعب ونهب المساعدات الانسانية طالب معلمون الحكومة والبنك المركز اليمني ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف بصرف مبلغ المنحة التي وعدت بها المملكة السعودية ودولة الإمارات قبل شهرين ونصف واتهم معلمون الحكومة والمنظمة الأممية بنهب أموالهم بحسب روايتهم في ذات السياق أفد العديد من الناشطين بأن الميليشيا تقوم بالسلام مساعدات بأسمائهم منذ أعوام دون علمهم بالأمر موضحين أن تلك المساعدات تذهب إلى السوق السوداء وتعود عائداتها إلى جيوب تجار الحروب المستفيدين من الحرب في اليمن نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين من ينهب المساعدات الإنسانية لليمن وهل للمنظمات الدولية يدوم في ذلك إلى متى سيظل اليمنيون محاصرون بين نيران الحرب وطمع المتاجرين بها لا زال ملف الإغاثة من أبرز الملفات الشائكة والمثيرة للجدل في الحرب اليمنية ومثلما تورث الحرب الجوع والفقر والأزمات الإنسانية فهي أيضا تنتج اقتصادا جديدا عادة ما يعرف باقتصاد الحرب كناية عن الفساد والاختلاسات المالية الكبيرة التي كثيرا ما تكون الإغاثة أحد مجالاتها المهمة والحيوية تعهدات والتزامات عديدة منحت أو تم الوعد بمنحها لكن ما وصل ويصل منها قدر يسير هذا ما يقوله اليمنيون الذين أعلت أصواتهم وكثرت تساؤلاتهم عن مصير المساعدات حيث طالب المعلمون الحكومة اليمنية والبنك المركز اليمني ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونسيف بصرف مبلغ المنحة التي وعدت بها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات قبل شهرين ونصف واتهم المعلمون الحكومة والمنظمة الأممية بنهب أموالهم حكاية نهب المساعدات التي لم تصل إلى اليمن تلك قصة ونهب المساعدات التي وصلت إلى أياد الميليشيا تلك قصة أخرى حيث أفاد العديد من الناشطين أن الميليشيا تقوم باستلام مساعدات بأسمائهم منذ أعوام دون علم لهم بالأمر تسليم المساعدات إلى أياد الميليشيا أمر كثر انتقاده بالعطف على ما تقوم به الميليشيا من نهب لتلك المساعدات والتحويلها إلى السوق السوداء لكن تلك الانتقادات ظلت خارج تفهم الجهات والمنظمات المشرفة على توزيع المساعدات وهو أمر جعل من اللعب بالمساعدات تجارة رابحة لتجار الحروب وضاعف من معاناة السكان الذين تركوا وحيدين في مواجهة الجوع وسوء التغذية حياكم الله مشاهدين الكرام وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة سيكون معنا المنصق العام لللجنة العليا للإغاثة لأستاذ جمال بالفقي وسيكون معنا أيضا المسؤول الإعلامي لإتلاف الإغاثة الإنسانية أحمد الصهيبي أبدأ مع السيد جمال بالفقي مساء الخير سيد جمال سيد جمال سيد جمال ارتفعت الأصوات كثيرا بأن هناك فساد كبير للمنظمات الإغاثية لا تصل إلى الناس الذين يتبرع العالم من أجلهم وعلى رأسهم شريحة المعلمين نعم سيد جمال هل تسمعني؟ الصوت راح مني سألتك بخصوص بأن هناك بدأت الأصوات منذ فترة طويلة تعتلي وترتفع حول أن هناك فساد كبير في المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن وأن معظم الإغاثة التي يتبرع بها العالم لليمنيين لا تصل وعلى رأسهم شريحة المعلمين الذين تم وعدهم قبل شهرين ونصف بأن هناك منحة من قبل السعودية والإمارات وصرف رواتفهم لكن إلى الآن لم يستلموا شيء لماذا؟ طبعا بالمشكلة للمساعدات الإنسانية في المنظمات الدولية فهي ضعيفة جدا لإخاذ المساعدات إن لم يستحقيها بالرغم من حاصنة جدا في المناطق طبعا في المناطق التي تحت في السلسل التي تحت الشرعية التحارف العربي يقوم بكل المهام بالنسبة للمنظمات الدولية في المنطقة الحديدة بشكل عام اللي هم يتباكوا على عملية العمل الإنساني ويصال لا تصل لمساعدات بالرغم من أن 80% من المساعدات الإنسانية تصل عبر من الحديدة لكل المحافظات فلا توصل للمناطق التي هي جيدة للمناطق التي أصابت في المجاعة حقيقة حقيقة هو عدم تنظيم العمل الإنساني واللغاتي وقد يكون فيه تكسير بالنسبة لضعف اللقنة العلية لللغات لا توجد عن إحكام الاستجائيين لا توجد معها أمكانيات كثيرة ولا إزدواجية في العمل ولا في التنسيق مع اللقنة العلية لللغات والحكومة وكل جاء رسمية حتى تكون التنسيق وتنظيم العمل الإنساني واللغاتي لإنصال المساعدات إلى جميع المستحقين ولهذا فتوجد أن جميع المناطقات الدولية تتحرك عن أبر شركاها أو أبر عاليات التي تعملها بدون رقابة حكومية وهذا يؤدي أن هناك فساد كبير يحصل ولا تقفل المساعدات بالشكل المرجو أو يرضي حتى المواطن التي تصل إليه بحيث أن يسد الاحتجاج برغم المبالغ الكبيرة الهائلة التي تصل إلى المناطقات الدولية نعم فيما يخص المنحة الخاصة بالمعلمين أستاذ جمال إلى أين وصل هذا الملف لماذا لا تصرف هذه المنحة للمعلمين الذين ربما مر على آخر راتب لهم قبل ثلاث سنوات خاصة في المناطق الخاضعة على سيطرة الميليشيا طبعا بلا شكل طبعا عدم عدم الإدانة من نفسها للمنظومات الدولية وعدم التنظيم والترتيب في هذه العملية وإننا دائما يستخدمون المنشيات الحوتي لأي مبالغ مالية أو حتى عملية النفطة أو الغابة أو أي شيء يستخدمون كاملة المجهود الحربي بدون إصالة للمواطنين لا يمكن للغاثات للناس للأشخاص اللي هم تحت الذين عيدين لهم أو للمجهود أو للمجهود الحربي أو كذلك الضغط على كثير من الإسر للزلج أولادهم من الحروق فهو دائما بالسمرار الحرقيين دائما يتعاملهم على الإغاثة كمكسب وكمكسب دون مراعاة الاحتياجة من المواطنين وحتى كذلك المدرسين الذين يجب أن يتوصل إليهم والآن إن شاء الله نتمنى نتمنى في الفترة القادمة أن يكون الحال أفضل من الآن المسؤول لخص بعد كثيرا السويد نعم طيب أستاذ جمال ابقى معي نشرك معنا في الحديث أيضا الأستاذ أحمد الصهيبي المسؤول الإعلامي لإتلاف الإغاثة مرحبا بك أستاذ أحمد أستاذ أحمد كيف تتابع الشكاواء الكبيرة ضد المنظمات العاملة في اليمن في الجانب الإغاثي والإنساني في الحقيقة هناك الكثير من الشكاوي منذ بداية الحرب حتى اليوم من 2015 عن مرة علينا حتى اليوم أربع سنوات هذه الشكاوات تزداد يوم بعد آخر هناك الكثير من عدم التنسيق بين هذه المنظمات في عملية النزول الميداني لهذه المنظمات والشهدات الناس المتضررين مثلا هناك في محافظة الفديدة اليوم مثلا كان هناك أزمة إنسانية ومجاعة كبيرة شهدتها هذه المحافظة خاصة في منطقة التحيكة في حين أن غالبية المنظمات توصل مساعدتها عبر ميناء الفديدة لكن هؤلاء لم يتلقوا أي مشاعدات من هذه المنظمات كان هناك أيضا في منطقة آخر مثلا في ميناء عدن من هذه المنظمات لم تقوم بإيصال مشاعداتها عبر ميناء عدن لا نقول ميناء عدن فقط لكن نعم بين ميناء الحديد الذي تسلط عليها جمعات الخلقية وبين ميناء عدن الذي تتحكم في الحكومة الشرعية هنا في محافظة عدن لكن كانت كل الإغالية التي تصل عبر ميناء الحديد بالتالي يتم استلامها من قبل جماعة الخلقية وهي المتحكمة بهذه المدينة وبهذه المناثف الكثير من المشاعدات الإنسانية التي وصلت على نظامة الغبار العالمي أو عبر نظامة الصحة العالمية هذه وصلت إلى محافظة الحديد وكانت متجها إلى محافظة تعيد تم احتجاز المئات الشاحنات التي كانت مخصصة لهذه المحافظة التي عاشت حفارا شديدا منذ بداية الحرب ولكن يتم احتجازها في المناثف السلطة الحريقة في مدينة أستاذ أحمد نعم أستاذ أحمد نحن لا شك أن ما تقوم به الميليشيا من مصادرة للعديد من المعونات الإغاثية وتحويلها إلى بيعها في السوق السوداء أو تنفقها على التابعين لها لكن نحن نتحدث اليوم عن القائمين على هذه المنظمات العاملين في الميدان وهناك منظمات كثيرة متهمة بالفساد لا يقد عمل مكتمل مئة بالمئة هناك الكثير من المخالفات والشكاوات تصل أيضا ليس بسرور المنظمات الدولية وأيضا تصل أيضا بسرور المنظمات المنكسية في الميدان هناك أيضا قصور في عملية التنفيق مثلا نقول أن هناك مثلا اللجنة العدية للغاثة تبذل محاولة التنفيق بين هذه المنظمات العاملة والمنفذة في الميدان لكن نجد الآن هناك منظمات جديدة وصلت ومنظمات دولية أيضا ومنظمات أخرى لها ارتباط للأمام المتشجة وصلت إلى محافظات أو إلى محافظات أخرى وبدأت بتنفيذ عدد من المشاريع لكن نجد أن هذه المنظمات لا تنسق مثلا مع اللجنة العدية اللغاثة وتذهب للتنفيق مع المكاتب الحكومية مثلا في المشاريع في المشاريع السفية تنسق مع مكاتب الصحة هناك مشاريع تنسقها مع مكاتب التخطيط ومشاريع أخرى تنسقها مع قيادات المحافظة وبالتالي لا يكون هناك تنسق مع اللجنة العدية للغاثة بالتالي كل مكتب وكل جهة تنسق مع هذه المنظمات لها عالية عمال خاصة ولها برنامج خاص لا يتم أيضا التنسيق بين المكونات أو نقول المكاتب الحكومية حتى أولا يتم التنسيق بين المكاتب الحكومية ليتم بعد ذلك التنسيق عن الميدان بين المنظمات المنفذة والعاملات الميدان وحتى تشمل هذه المساعدات جميع المناطق هناك الكثير من المناطق تستهدفها هذه المنظمات وتعود للسهدافة مرة أخرى بمشاريع أخرى في حين أن هناك مناطق لا تزال تعاني من فقرها واحتياجها لهذه المساعدات بالتالي لا تصل إلي هذه المنظمات هناك أسباب هناك أسباب تتخذوا هذه المنظمات تقول إن أنها لا تستطيع الوصول إلى هذه المناطق بسبب الطرق الوعيرة التي توصلهم إلى هذه المناطق أو يتحجبون لأسباب أمنية بالتالي لو كان هناك الخلل الأهم هو في المكاتب الحكومية إذا كان هناك تنسيق من هذه المكاتب وكان أيضا تأمين تأمين هذه المناطق لتضمن وصول هذه المنظمات وهذه المساعدات إلى هذه المناطق نعشك أن هذه المساعدات ستشمل مناطق كثيرة وستشمل ناس كثيرين بحاجة لهذه المساعدات نعم أستاذ جمال بالفقي من خلال إشرافكم وتنسيقكم أنتم كهيئة عليا لغاثة في اليمن أين تكمن المشكلة؟ هل في المنظمات الأممية بذاتها أم في المنظمات أيضا الأخرى العاملة في الميدان ومن يتعاونون مع هذه المنظمات الدولية أم أين يكمن الخلال حتى تصل الشكوى إلى هذا الحد ويشتكي الناس بأن هذه المعونات للأسف تذهب إلى السوق السوداء ويجدونها في الأسواق تباع لهم رغم أنها مخصصة لهم وهي منح لهم أيضا أستاذ جمال ربما فقدنا الاتصال بالأستاذ جمال بالفقي سنعود بالاتصال إذا نعود لأستاذ أحمد الصهيبي أستاذ أحمد أنتم في تلاف الإغاثة الإنسانية في تعز أكثر المنظمات الدولية تعاونا معكم وتجد أن هناك فعلا اهتمام كبير لإيصال المساعدات لمستحقها من هي وما هي أيضا المنظمات التي ترى أنها يعني هناك تلاعب كبير أو على الأقل من مشرفينها في اليمن لا نقول نحن بمسفتين أن هناك تلاعب كبير لدى كثير من المنظمات أو لدى بعض المنظمات لكن هناك تجد أن الشكاوة من الميدان هي من منتصل عن هذه المنظمات هناك الكثير من الناس يستلمون مساعدات إنسانية لكن لا يعرفون ممن تصلهم هذه المساعدات أو لا يذهبون للبحث عن هذه الجهات بالتالي تذهب لتقول لهم الجهة الفلانية أو صلت لكم هذه المساعدات يقولون لم توصل إلينا أي جهة بالتالي هم يستلمون مساعدات لكن أيضا هناك شكاوة من بعض المنظمات هي شكاوة فعالية مثلا نجد أسباب هذه الشكاوة ترجع إلى عدم التنسيق الفعلي على الميدان من تلك هذه المنظمة ليس لديها كبيرة وعاملة ومنتشر على كثير من المناطق والمحافظات هذه المنظمة تعتمد على شخصيات معينة هي من تقوم بتسجيل أسماع هؤلاء المتضررين ومن ترفع بأسماعهم وبالتالي هناك الكثير من الناس يقومون بإضافة إضافة أسر وحلف أسر أخرى لأسباب اجتماعية أو لأسباب شخصية ولا يتم التنسيق لكن هناك منظمات أخرى أيضا تعمل عبر اللجان المجتمعية هذه اللجان هي المحاسبة أمام المواطنين عن تسجيل أثناء المتضررين الفعليين والذين هم بحاجة إلى هذه المساعدات بالنسبة للشعال الذي كنت طرحت قبل قليل الأستاذ جمال بالنسبة مثلا المساعدات هناك سببين أحيانا البعض يشكي من هذه المنظمات لكن لم يثبت فعليا عن منظمة معينة أو أنها قامت بالبيع الفعلي لهذه المساعدات لكن في ذات الوقت نجد أن هناك أيضا ناس متضررين قاموا ببيع هذه المساعدات بأنفسهم هم يتحدثون بهذا أنهم ليسوا بحاجة طارئة لهذه المساعدات مثلا مساعدات غذائية يوجد في منازل مساعدات غذائية لكنه يحتاجون إلى مساعدات أخرى يقومون ببيع هذه المساعدات وشراء مواد أخرهم بحاجة ماسا أيضا إليها لا نقول بأنهم يقومون ببيعها من إلا لترفهم أو لحاجتهم إلى المال لكن هنا يحتاج أي أن كانت الحاجة أستاذ أحمد أي أن كانت الحاجة هذه هي معونات إغاثية وأعتقد لا يمكن لأحد التصرف بها إلا وفك لما جاءت إليه أشكرك الأستاذ أحمد الصهيبي المسؤول الإعلامي في إطلاف الإغاثة الإنسانية بتعيز وأعود إلى عدن مع الأستاذ جمال بالفقي أستاذ جمال كنت قد سألتك أين يكمن الخلل في هذه المساعدات التي تصل إلى يمن وأنتم اللجنة المنسقة والمشرفة على هذه الرغاة هل في منظمات الأمم المتحدة الدولية أم في الناس العاملين في الميدان أم في طرف الميليشيا وأيضا طرف الشرعية الذين يعني ينسقون لهذه الرغاة تصل إلى المناطق المتضررة طبعا الخلل بشكل أساسي أولا وجود مكاتب الرئيسية للنظمة الدولية في صنعة وهي تحت سيطرة الإنقلابيين وكثير العاملين فيها هم من ضمن المواليين للإنقلابيين واللي هم سيئروا العمل الإنساني الغالي في المناطق التي ترتحت بيطرة الحوتي ولهذا تتوزع الغازات بالأساليب الطريق اللي هم يروها في مدى الحقم بالنسبة الخلل اللي يوجد فيه معدل تنظيم العمل الإنساني والغاثي والزواجية في العمل ولن تكون التنسيق اللقنة والغاثة غالبية المنظمات لن تأتي للتنسيق مع اللقنة والغاثة ومع أنه الأساسي كان يفترض أن تكون اللقنة والغاثة هي المنسقة الوحيرة والنافذة الوحيرة من خلال جميع الغاثات وتكون عندها وحدة معلومات متكاملة ومعرفة كل ما يدور في الساحة ومن يصال للغاثات لكن طبعا نوجد فيه فيه تكسير بالنسبة للجانب اللقنة على اللغاثة لأنها لا توجد لأنها توجد لنبكانات كافية لكن بالنسبة للمضاق الدولي كذلك الشركاء التابعين اللي هم المحليين وبعض الشركاء اللي هم اللي يتابعين لهم لا يسلوا اللغاثات باعتمادهم على آليات عمل قديمة وطريقة رقابة والانتعابة ضعيفة من ناحية من الجانب الحكومي ولهذا الشيء لخص المسلطات المعالية ولهذا الشيء أنا أتمنى في 2019 يكون اختلفة كلية عن ما يذكار التفل والأوام الماضية ولهذا حتى الآن لما تجد الخلل الأساسي عندما توجد تدخل الأموال الضخمة كأول كمساعدات تاتي إلى اليمن ككمية المبالغ المالية التي توصل لليمال كبيرة جدا وتوصل للمساعدات بأقل كثير من عملية الغاثة التي توصل للمواطنين وهذا الشيء يعني برغم أن الآن حتى الآن عن المعايير الغاثة الممتحدة تضحى لليصال لمساعدات تجد أن الآن المدار التي توصل لهم كبيرة جدا ولا زالت الناس بحاجة العمل الغاثة حسب تقاريرهم وبحاجة الفقر ووصول بعض المجاعات الموجودة يعني يجيب أن يكون في خلال المبالغ التي استرماها سابقا أن تلدي احتياجات كل المواطنين وكان يفتر نحن في حالة أفضل بكثير ونحن في خطة الفقر طالبين مبالغ كبيرة جدا وهذا الشيء معنا ترجم أن يكون فيه مسؤولية وفي رقابة معينة كاملة من جانب الحكومة سواء كان أمطلق اللجنة أو للغاية أو أمطلق جهات معينة لفرض عملية وتوصيل للغاية للجميع بعملية عالية واضحة نعم طيب أستاذ جمال يبقى معين يشرك معنا في الحديث الصحفي همدان العلي المهتم بشؤون المجتمعية والحقوقية من القاهرة مساء الخير أستاذ همدان مساء النور أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين وبعضيفك الكرام مرحبا بك أستاذ همدان كيف تتابع العمل الإغاثي في اليمن الشكاوى حقيقة في الفترة الأخيرة ازدادت كثيرا لمصلحتهم ولا يصل للناس المحتاجين إلا الفتات من ذلك يا أخي العزيز ربما تتذكر وعبر قراءة القيس أثير هذا الموضوع قبل أكثر من عامين وحذرنا بناء على مؤشرات من ضياع جزء كبير من المساعدات سواء لطالح المنظمات تحت بند المصروفات التشغيلية أو لطالح هوامير يعني هوامير القساد اليمنيين أنفسهم ويعني من خلال منظمات محلية من خلال سلطات الأمر الواقع الذين الحوثيين وأشكال مختلفة اليوم هناك أدلة يعني بكم هائل تؤكد بأن المساعدات التي تصل إلى اليمن أو تخصص اليمن لا تصل بشكل يعني كامل لمن يستحقها في الداخل كم هائل من الشكاوى التي تصل لي باعتبار صحفي فقط فما بالك يعني بما يحدث داخل البلد من تجاوزات فيما يخص العمل الغاثي العمل الغاثي من بدايته وهي عملية حصر وتسجيل من يحتاجون هذه المساعدات حتى عملية مناقصات شراء الزواج الغذائية تمر بمراحل فساد مختلفة نعم نعم طيب سيد همدان كيف يمكن تلافي هذا التلاعب هذا الفساد الذي استمر على مدار أربع سنوات منذ بداية الحرب إلى اليوم وضمان وصول المساعدات لمستحقيها من وجهة نظرك يا عزيز يجب أن نعترف أولا بأن المنظمات الدولية أصبحت اليوم بمقام الدولة في مناطق فدرة الحوثيين بدرجة أساسية وعندما نتحدث عن مكاتب المنظمات الدولية داخل البلاد فنحن نتحدث أيضا عن السيطرة المباشرة لجماعة الحوثي وهناك مؤشرات كثيرة من أسعاتنا الوقت نتحدث حول هذا الجانب وبالتالي اليوم المنظمات الدولية هي التي تتحكم بمصائر اليمنيين ومعالجة هذه المسألات بحاجة إلى جهود جبارة سواء من الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة التخطيط ووزارة الخارجية أيضا الرقابة المجتمعية ممثلة من منظمات المدني ووسائل العلام وأيضا الدول المانحة التي تقدم الأموال لهذه المنظمات يجب أن تضع من شروط ومحددات وضوابط تلزم هذه المنظمات بتقديم تقارير تفصيلية بتقديم توضيحات بشكل مستمر لتضمن ولتضبط عملية توزيح هذه المساعدات لكي تصل إلى من يستحقها يا أخي العزيز اليوم عرفت بأن إحدى المنظمات الدولية المدعومة من منظمة الغذاء العالمي هي منظمة دولية إسلامية مدعومة من منظمة الغذاء العربي سجلت ألفين حالة في مديرية من مديرية سريمة المكونة من 60 ألف أو أكثر من 60 ألف شخص في هذه المديرية وعند تسليم هذه المساعدات خصة 900 حالة أو 900 سلة غذائية للمقاتلين في الجبهات وألف مئة لبقية أفراد المديرية هذا كم هائل صورة من صورة الفساد نعم أعطيك شكل آخر من أشكال الفساد المخدل والذي يؤكد بأن هناك محددات سياسية أو استغلال سياسي للمساعدات الغذائية هل تعرف أخي العزيز وهذا أمر أتمنى أن تثيروه بحلقة متخصصة أو خاصة بهذا الأمر أن أسر المختطفين في كثير من الأحيان تحرم من هذه المساعدات هل تعرف أخي العزيز أن المساعدات لا يسمح بإدخالها إلى المختطفين في السجون هناك مساعدات غذائية وصحية تصل بين الوقت والآخر عن طريق مبادرات ومنظمات إلى المساجين إلى السجناء سواء كانوا جنائيين أو يعني حتى القاتل وهو يستحق القاتل واللس مادم هو في السجن وهو يستحق المساعدة ولكن أن تعطي لمجرمين وتمنع هذه المساعدات المختطفين لأنهم مختطفوا بسبب آرائهم وقناعتهم الشخصية هذه قريمة على استغلال سياسي للمساعدات الإغرافية التي يجب أن تقدم لكل اليمنيين لأنهم أوضعهم بطريقة وبالتالي هناك أشكال كثيرة من أشكال الفساد التي تمارس فيما يخص العمل الإغرافي داخل البلد ويجب أن تكون هناك وقفة جادة من قبل الحكومة الشرعية مثالة بوزرها التي كان موقفها للأسف محجر خلال الأربع سروات الماضية كان هناك فكلا ذريعا وتم تسليم البلاد والعباد للمنظمات وكاتب منظمات مخترقة من الحوتين وتؤثر جماعة الحوتين وتتحكم بهم بشكل باكر تم تسليم البلاد لهذه المنظمات دون رقابة وبالتالي من يتحمل المسؤولية بدرجة أساسية والجارة القصية وأقولها بكل صراحة هناك مسؤولية على عاتق هذه الوجارة وعلى الحكومة كل بالقيام واجبها في هذه المسألة ويعني القيام بإجراءات حاسمة للحد من هذه المبارسات المقبلة أشكرا الصحفي المهتم بالشؤون المجتمعية والحقوقية الأستاذ همدان العلي كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك والشكرا أيضا لأستاذ جمال بالفقي وكذلك لأستاذ أحمد الصهيبي المنصق الإعلامي لإتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز ختام هذه الحلقة مشاهدين الكرام تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل مهر أبو المج كما هي لكم مني بشير الحارتي حتى الملتقى في زوايا الحدد حافظكم الله والوطن ترجمة نانسي قنقر